سيد العميد حسن جوني من بيروت إن كان لدى إيران اعتبارات وحسابات داخلية وبالتالي يتأخر ردها لماذا يتأخر رد حزب الله أم أنه ينتظر الإشارة من إيران لكي يرد لا أعتقد أنه ينتظر الإشارة من إيران بقدر ما يكون الأمر منسقا مع إيران بطبيعة الحال كون المعركة يخوض الجميع الآن محور المقاومة ويخوض معركة واحدة إلى حد ما فإذا الأمر يستدعي تنصيقا ولكن حتى مع احترامي لضيفك وما قدمه عن تأخر الرد الإيراني أعتقد أنه لي وجهة نظر أخرى أعتقد أن تأخير الرد الإيراني أتى انسجاما أو تجاوبا مع منطق إفساح المجال أمام الحركة الدبلوماسية الناشطة مؤخرا وإن كانت الآن متعثرة ولكن لا تزال قائمة وبالتالي أعتقد أن القرار الإيراني جاء يعني متعاونا أو متجاوبا مع ما طلبه الأمريكيون لناحية تخفيف التوتر أو عدم الرد وتفاقم الوضع إفساحا في المجال للدبلوماسية وأعتقد أن هذا الأمر ينسحب على جميع الجبهات بما فيها جنوب لبنان بما يتعلق بالرد أتكلم الآن عن موضوع الرد فقط لذلك يعني حزب الله أجل الرد كما إيران انطلاقا من هذا الموضوع لكن حتى نفهم ما تقوله أكثر ماذا تقصد بإفساح المجال للدبلوماسية والذي يتعلق بالدبلوماسية تقصد المفاوضات من أجل وقف اطلاق النار في غزة أم حل هذا الإشكال بين إيران وإسرائيل أتى صحيح لا لا أنا أتكلم عن المفاوضات القائمة الآن التي بدأت منذ أسبوع في الدوحة ثم في القاهرة هذه الجولات وقد أتى مسؤولون أمريكيون إلى المنطقة وزير الخارجية وقبله أتى إلى لبنان الموفد الأمريكي هوكستين وطلب عدم تصعيد الأمر وأفساح المجال لهذه المفاوضات الجارية أن تتم بشكل ربما يساعد على إنتاج التسوية وإن كانت حتى الآن متعثرة ولكن لا تزال المساعي قائمة والاتصالات والضغط وغيره أعتقد أن هذا السبب رئيسي في تأخير الرد أضف إلى ذلك أن موضوع الرد وحق الرد وطبيعة الرد أيضا هي ترتبط بمدى نجاح هذه المفاوضات التي ربما من خلالها قد يتم تحقيق مكاسب سياسية لأصحاب الحق بالرد وتكون هذه المكاسب بمثابة تعويض عن حق الرد ربما لن يصرف النظر عن الرد كليا إنما قد يكون طبيعة الرد وإيقاع الرد تتأثر بتحقيق هذه المكاسب السياسية